ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيديو اليوم راح يكون مختلف حبتين ومختصر حبتين مادي اذا بيكون قصير ولا طويل ولكن وجب اني اتكلم اليوم عن انيمي لم يسبق لي وانا اتكلم عنه في القناة نهائيا او على الاقل ما اتكلمت عنه بشكل خاص وفي فيديو خاص لذلك اليوم يا جماعة راح اشارك معكم تجربتي المتواضعة الى حد ما وصلت مع انيمي كونن حرفيا حاليا وصلنا الى الحلقة 390-391 حوالينا اهبلوا لايك واشترك في القناة وتعال تابعنا على المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الالعاب كل شي راح تلاقيه في صندوق الوصف ويا الله بينا وعلى السريع نتكلم عن كونن لما انا يا جماعة اول شي لازم اعترف لكم اني ما كنت متوقع ابدا انه تجربتي ورحلتي مع انيمي كونن بتكون بهذا الشكل ابدا 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 يعني خلوني اكون صادق معكم في البداية كان عندي تصور متواضع جدا عن ايش ممكن يكون هو انيمي كونن بالضبط وغير كده في صورة نمطية اصلا منتشرة عن كونن بالذات يعني من يوم كنت طفل وكنت اشوف بعض الحلقات منه على سبيستون انيمي يحكي قصة محقق صغير وكل ما يروح مكان تصير فيه جريمة قتل ويبدأ في محاولة حل كشف لغز القضية هذه والكشف عن المجرم وكمان كنت اعرف انه في حاجة ثانوية اسمها المنظمة او منظمة الرداء الاسود ما ادري اش كانوا يسموها ما انا فاكر صراحة المسمى بالضبط اش كانوا يقولوا له سبيستون بس كذا صورة نمطية بسيطة مبنية عن كونن وللامانة الفكرة لما تجي تقول له واحد تبتقنع يتابع كونن وتقول له اوه كونن قضية ويحل قضايا وفي منظمة يلاحقهم ما هو شي جذاب ما في شي جذاب بالذات انه كل القصة او معظم القصة عفوا فيها طور تكرار فيه اعادة فيه كذا رتم قضايا 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 بعدين بقع قضايا 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 بعدين بقع فطبيعي انك تلقى الناس ماخذين برضو انطباع اخر ثاني خاطئ عن انيمي كونن وانا كنت صراحة احد الاشخاص هذولي كنت اقول لي يعني ويش بيكون انيمي كونن قضايا وما قضايا وكونن يحاول ينقذ نفسه او يرجع نفسه لحجمه الطبيعي ويش ممكن يكون فيش جذاب اكثر من كذا ما في خلاص هذه هي عوامل الجذب كنت اتوقع كذا وهنا عرف الوجيه وادرك الوجيه انه كان غائب ومغيب ومش داري وين الله حاطوا مش فاهم ايش يعني كونن لانه بعد متابعتي اللي كونن يا جماعة اكتشفت انه مش مجرد قضايا ابدا مش مجرد منظمة سوداء ابدا الانيمي لا والله له ابعاد كثيرة وله نقاط قوة وجذب ما كنت اتصورها ابدا وكيف صوت يتغير حما شي غريب على سبيل المثال ولا الحصر اول حاجة الانيمي فيه جانب رومانسي جدا مميز سواء فهمتو ولا ما فهمتو تقبلتو ولا ما تقبلتو الرومانسية في انيمي كونن مختلفة جدا رائقة ما فيش كرينج ما فيش كرينج هي لو صار فيه كرينج جدام انا من يعرف غير كده عندنا موضوع القصص والقضايا الشاطحة يعني غير القضايا اللي حقق فيها كونن في كده شطحات ثانية فيه قضايا ثانية او قصص ثانية واحدها هي رحلات المحققين الصغار واللي انا شخصيا ما احبها ولا اطيقها للامانة ويلا يالا متحملها ومع ذلك شوفوا انا ما احب رحلات المحققين او حلقات المحققين الصغار او الصيصان زي ماlıkل لهم إلا أنه لا في حلقات لهم والله ممتعة واستمتعت فيها ولاحظت كمان أنه حلقات الصيصان أو حلقات المحققين الصغار عادة كذا يكون فيها طابع مرعب ممكن إحنا ما نفهمه بالشكل المزبوط لأنه الكاتب يبغي يوريك المشهد هذا من خلال أعين الصغار دولي يعني ممكن لو رحلة من رحلات الأطفال هذولي تم صياغتها ولكن جابوا ناس كبار فيها ما كان راح تواجه نفس الرعب لأنك قاعد تشوف القصة من منظور ناس كبار تعريفهم للرعب والأشياء المخيفة مختلفة فعشان كذا أغلب القصص تبع الصيصان أو المحققين الصغار لما يكون في شيء مرعب نحس أنه في مبالغة لا هو مش مبالغة هم أطفال طبيعي يحسوا بالرعب ذلك وزي ما قلت لكم أي نعم ما أفضل حلقات الصيصان أو حلقات المحققين الصغار ولكن للأمانة في لهم حلقات مرة مرة ضهيبة وبرضو عندنا قصص المفتشين أو القصص البوليسية واللي يظهر فيها ميقوري واللي يظهر فيها تاقاكي والشلة هذوليك يعني ما تكون قضية قتل بالضرورة أحنا نسرقها أحنا نبقعها قاعدة تصير في ملعب أحنا في مصيبة في قطار وما أقول لكم أن هذه القصص واو مرة رهيبة بس تطلعك تطلعك شوية من قصص القضايا وتطلعك من جو القضايا وفيها شوية روبنسية غريبة صراحة بس تستمتع ونت تشوفها صح أنك تشتي محيانا وتسب يا وجيه بس في شي ممتع في القصص الشاطح هذه يمكن لأنها فعلا تطلعني من أجوال القضايا أجوال قضايا قتلتني صدقا وكمان عندنا حاجة حلوة برضو في القصص هذه اللي هي القضايا المشتركة ما بين هيجي وما بين كونان حلقات مش دائما بس في معظم الأوقات تكون مرة مميزة التعاون اللي بينهم الكيميستر اللي بينهم التحدي اللي بينهم وكون أصلا هيجي يعرف إيش قصة كونان وإنه هو شينيتشي هذا الأمر بحد ذاته يخلي الحداث اللي تجمع ما بينهم مرة ممتعة وبرضو كمان علاقة هيجي وكازوها والهبالة اللي تصير بينهم مرة رهيبة وتضيف جو كده مميزة الحلقات غير كذا عندنا كمان جانب القصص نفسها لكل قضية أي نعم تد أمنا قوشو قضايا وراء قضايا وراء قضايا بس لو تجي طالع للموضوع في قضايا قاعد يكتبها قوشو في لها قصص جدا مميزة ما أتكلم عن سيناريو القضية لا أتكلم عن القضية عن الأشخاص اللي جوة القضية وقصصهم يعني لو تشوف الموضوع من منظور القصص قوشو قاعد يكتب قضايا وكمان قاعد يكتب قصة لكل قضية الموضوع مش سهل فبعض القضايا للأمانة لها أبعاد درامية ولها أبعاد فلسفية جدا جميلة أوكي فلسفية مش كثير صراحة بس أبعاد درامية مرة كثيرة في قصص جدا مميزة واحدة من أجمل وأروع القضايا ما نفاكر صراحة اسمها بالضبط بس توقع جزيرة الحوريات أو جزيرة الحورية شيء زي كذا قضية كانت مرة مميزة وقصتها جدا رهيبة فيها تعقيد فيها رعب فيها لحظة مخ وفيها كمان قصة جميلة وتنوع كبير في الشخصيات واعترف لكم يعني في مرحلة ما يعني موضوع القضايا واللي تابعوا معنا في البثوث عارفين أن القضايا صارت مزعجة بالنسبة لي بس مع ذلك شوفوني أنا أعترف لكم من القضايا تزعجني وحلقات الصيصان تزعجني بس للأمانة في قضايا كثيرة غير جزيرة الحوريات يعني ما أفتكر أسماء القضايا بس في قضايا كثيرة مرة استمتعت فيها فتكر القصر هذاك اللي صار ذهب في النهاية إيش كان اسمها مني فاكر مرة ممتعة في قصتين برضو كانت في كروز اللي هي سفينة مرة ممتعة استمتع وانت تحل القضية مو بس تستمتع وانت تشوفها ومش بس الجزء القصصي للقضية برضو الأجزاء الخاصة بكتابة سيناريو القضية غوشو قاعد يتعب وعلى حد علمي يعني غوشو قاعد يتعب جدا ومخلص جدا تجاه قصته لدرجة أنه قاعد يكتب كل قضية ويطبق سيناريو القضية في الواقع علشان يتأكد أنها تتماشى فعلا مع القضية فعلا القضية دي قابلة للتطبيق مش القضية عفوا الجريمة دي بأسلوبها بالسيناريو تبعها قابلة للتطبيق شي جنوني يعني إذا ما عجبك هذا الشي بتحترمه على الأقل بتعرف أنه ذا آدم يقعد يكتب شي هو فعلا يحبه مش قاعد يلعب قاعد يكتب قضايا لأنه يحب يكتب قضايا عجبتك القضايا الخير وهل وما عجبتك لازم تحترمه أنا تفلت عليه شوية بس أزعج أمنا يا شي طلي قصة مرة رهيبة وجدابة وفي نفس الوقت تحط لي في النص كمية قضايا كثيرة طبع عطيني من دي القصة الحلوبة شوية لا ما نعطيك حبة حبة الله يعينك عليه وكمان عندنا جانب شاطح ومميز وجدا مرة أحبه ألا وهو الشطحات الخاصة أو الحلقات الخاصة بشخصية كايتو كيد أو اللصة المحترمة مثل ما يسموه رهيبة حلقات كايتو كيد مرة رهيبة ومميزة واتطلعت من الأجواء بشكل مرة رهيبة فاللي بقوله لكم وبقوله لنفسي علشان ما أنسى كمان أنيمي كونن مش مجرد قضايا مش مجرد منظمة في أشياء ثانية في النص كثيرة عندك صيصان عندك هيجي وصديقته عندك حلقات اللي يظهر فيها في السنة حسنة كونن وأمه وأبوه عندك الشطحات اللي تجي في النص العمليات البوليسية والقصص البوليسية برضو في فيه تنوع فيه تنوع ولكن الكثير يعني أكثر شيء على القضايا الله المستعن غير كده وانت تتابع كونن يعني قوش ويستهبل أحيانا لا لا في فيه شطحات فيه استهبالات مرة كثيرة بس برضو لو تفكر فيه أنت قاعد تابع أنيمي كمون لازم تشوف شوية شطحات لازم تشوف شوية أشياء ما الأمه صلة بالواقع ولا بالمنطق شوز يشوت ويطلق ضربة صاروخية لأي شيء يشوته كرافتة تتغير الصوت نظارة تصير جي بي اس سمع أنه النظار الجبيس صارت واقعي الحين يعني موجودة النظارات هذه الذكية وحزام يطلع بالونات وفيه فيه شطحات قاعد يسويها قوش وما انت داري يعني كيف تتقبلها ما تتقبلها الموضوع صعب من شخص لشخص بس حط في بالك حاجة انت داخل تتابع أنيمي ما انت داخل تتابع شيء واقعي تبوت روح تشوف شيء واقعي مليان المسلسلات الواقعية روح شوف بريكينج باد روح شوف بريزن بريك لا الله حتى بريزن بريك يا فيه خرشات قال ما من لي وصلت الفكرة فهمتو فكونك دخلت عالم الأنيمي وقاعد تتابع أنيميات فلازم تكون عارف انك بتشوف أشياء كثيرة بعيدة كل البعد عن المنطق واتوقع انه الكتاب واضحين في هذا الشي يعني الكتاب مو قاعدين يفاجؤوك اوه فجأة وانت تتابع الأنيمي ايش هذا تابعت مئة حلقة وكتشفت انه بعيد عن المنطق لا الكتاب دايما واضحين في عالم الأنيمي ناروت وأول حلقة تشغلها يقول لك الولد هذا في بطنه مختوم ثعلب ذو التسعة ديول تبا تكمل كمل ما تبا تكمل شوفنا اعطيتك فكرة هذا الأنيمي وهذا ايش الوضع اللي عندي وان بيس أول ما تشغله لوفي يطلع لك من برميل بعد ما كان في دوامة يا ولد كيف عاشه هذا الأنيمي تبا تقبله وتقبل وما تبا تقبله واروح دور لك شي ثاني وكنا كمان نفس الشي في الحلقة الأولى كنا يبلعو حبة ويتقلص جسمه ويصير صغير وين الواقع وين ما في ما في واقع ما في منطق هو خيال تبا تكمل كمل ما بتكمل لا تدعس شوف الحلقة الأولى صغرنا لك الولد بتكمل كمل ما تبا تكمل الله يشتر عليك فاللي بقول لكم يا جماعة انه حدود الخيال في عالم الأنيمي في معظم الأوقات ما يكون لها حدود وتتطلب انك تزحلق أشياء كثيرة عادي انت من تجالس تشوف شي حقيقي انت جالس تهرب من الواقع فطبيعي تشوف شطحات وتشوف أشياء ما الأم أمها تفسير وكونك أصلا دخلت عالم الأنيمي فأنت مثلي ومثل ناس كثير يعني صاحب مخيلة واسعة وطفشت من الواقع يعني أنا عايش في واقع أدخل أشوف واقع كمان في عالم الأنيميات لا شكرا مليانة الواقع أشياء كثيرة الفيديو اللي قاعدين تشوفوه هذا واقع كونن مش واقع عادي استمتع بالرحلة عموما قلونا تكلم عن أكثر حاجتين أنا مرة مرة أحبها في كونن أول حاجة كونن وران أو شينة شي وران يا جماعة هذه واحدة من أجمل وأرقى العلاقات اللي شفتها صراحة علاقة نقية جميلة شابة ونابع من قلب شخصين مرة فاهمين بعض ران وشينة شي مرة مرة فاهمين بعض هي فاهمته وهو فاهمها هي خابزته وهو خابزها ومش بالضرورة يفهمون بعض بالكلام أنا متأكد مليون في المية أنهم يقدروا يتخاطئوا بلغة عيونهم من كثر ما هم مرة متفاهمين شوفوا أنا ما أنا متأكد ولا أدري هل المعلومة هذه راح تتأكد مستقبلاً وللسة ما تم الكشف عنها بس أنا أكاد أجزم إن ران تعرف إن كونن هو شينة شي إنه شينة شي هو كونن قدم إنه كونن جالس يحاول يخليها تصرف النظر مرة ظهر لها كايتو كيد قدام كونن على إنه شينة شي وقلنا خلاص مستحيل تتوقع إنه هو ومرة خلت دكتور آقاسا يتصل عليها ويغير صوته على صوت شينة شي بالسماعة وكونن كان موجود عندها وبرضو إلى الآن أنا متأكد وعندي إحساس كبير كده إنه ران تعرف إنه كونن هو شينة شي كل تصرفاتها تجاه كونن بالرغم من إنه ذي تصرفات رانة طبيعية بس كل تصرفاتها تجاه كونن كل نظراتها لكونن تقول إنها عارفة إنه هذا شينة شي طب ليش تقول هذا الكلام يا وجي أنا حقول لك من وجهة نظري كونن اللي هو شينة شي عارف وفاهم وملم بكل شي خص ران وحياة ران وشخصية ران وعارف إنه مرة خطر عليها وكونن نعرف دي المعلومة خطر عليها جدا إنها تعرف إنه كونن هو شينة شي ران وفاهم وخايف عليها وواواواواوا ران عارف الكلام هذا كمان أنا قلت لكم إنه الاثنين ذول يمر فاهمين بعض ويحبون بعض بشكل جدا رهيب ران كمان عنده هذه القناعة وعارف إنه كونن اللي هو شينة شي مخبي عليها كونو شينة شي لغرض ما ولأجل مصلحتها مش لأنه يكرهها مش لأنه ما يثق فيها لا هي عارفة إنه ما يبغى يقول لها لأنه خايف عليها هي واثقة إنه ما يبغى يقول لها مش لأنه مش واثق فيها بل لأنه خايف عليها ويحبها أو على الأقل هي عارفة إنه مخبي عليها لأنه الحين مش الوقت المناسب إنها تعرف سواء الكلام ذا صح ولا مش صح أنا عندي إحساس كبير إنه المعنى في بطن الشاعر اللي هو قوشو وهذا الكلام صحيح بطريقة أو بأخرى كونن فاهم ران؟ ران فاهم كونن سواء كان كلامي صح أو غير الحب موجود؟ الثقة موجودة؟ كونن رح يعترف لها إنه شينة شي في الوقت المناسب وهي رح تعرف إنه كونن هو شينة شي في الوقت المناسب كأنه ران تقول أنا عارفة إنه يحبني ويقلق عليها وخايف عليها فما رح أضغط عليه وما رح أطفشه خليه يعترف لي في الوقت المناسب كونن وران يا جماعة شي جميل شي جميل الاثنين هذولي شي أحلى شي في القصة صراحة كونن وران غير كذا جماعة خلونا من كونن وخلونا من شينة شي خلونا نتكلم عن ران شوي ران يا جماعة للأمانة بحد ذاتها أشوفها شخصية جدا عميقة ومميزة يعني لما تقول عن شخصية مميزة مش معناته إن الشخصية ذي مرة مريحة وسعيدة لا مش بالضرورة يعني مميزة كتابيا عميقة كتابيا ران مرت بظروف جدا جدا قاسية وما زالت تمر بظروف جدا قاسية الظروف اللي تمر فيها ران قابلة إنها تحول أي شخص إلى كومة من الاكتئاب كومة من التعاسى كومة من الملل والشخصية المعطوبة أمها وأبوها منفصلين وأبوها كمان مش بس منفصل عن أمها لا كمان عينه طويلة وزايغة ومشغلها ليل نهار غير كذا ومع كل الاحترام والحب لتوغموري توغموري كمان فاشل فاشل مهنيا يعني تخيلوا إن أمها وأبوها منفصلين وأبوها عينه زايغة وأبوها كمان فاشل مش أفضل محقق يعني من دون كنان هو شوية مسكين جالسة يترزق الله على القضايا البسيطة وفوق هذا كله الجانب العاطفي من حياة ران كمان ما هو مستقر حبيبها مختفي وعندها طفل صغير تتوقع إنه هو حبيبها ويتواصل معاه في السنة حسنة وقضية ذي الطويلة اللي مراد يتخلص هلا هي مستقرة عاطفيا ولا هي مستقرة اجتماعيا ولا هي مستقرة أسريا متى تلقى الاستقرار ران؟ متى؟ متى تستقر ران؟ وعايشة في بيئة بعيدة كل البعد في أنها تكون مثالية يا رجل ما هي بيئة عادية حتى عادية ما هي بيئة عادية وتخيلوا مع كل الظروف هذه اللي مرت فيها ران ما زالت ران مبتسمة في معظم الأوقات وما زالت ران تنشر السعادة في كل مكان تروح له ودائما تحاول تساعد أي شخص تقدر تساعده غير كذا كمان ران صديقة جدا جدا مخلصة صديقاتها سونوكو من عائلة ثرية من عائلة جدا ثرية ولا عمرها ران عاملتها على إنها من عائلة ثرية ما يهمني فلوسك ما يهمني طفرتك ما يهمني مظهرك ما يهمني تفكيرك الملوث اللي كل شباب ملاحقت شباب أنا أعاملك كصديقة راح تنمك كصديقة راح أساعدك لأنك فقط صديقتي وراح أكون معاك في معظم الأوقات لأنك فقط صديقتي غير أن ران شجاعة جريئة بطلة مقدامة وحلقة 345 يعني خير برهان اللي سوته ران في حلقة 345 خروجها من شنطة السيارة وركضها ما بين طلقات الرصاص واحتضانها ليهاي براء لا ذكروني لا ذكروني يا الله ما أحلى ذاك المشهد ران شخصية المفضلة بلا شك في أنيمي كونن أنا أسف لكم يا محبين أكاي أنا باقي للحين قاعد أتعرف على أكاي ما أعرف عنه إلا مشهدين يعني تدخله في 345 واللقطات البسيطة اللي شفت هذهك فما أدري يعني ممكن مستقبلا الله أعلم والمشكلة تدرون فران إيش مش فران نفسها المشكلة في كتابة قوشو لران مو قاعد يرحمها مو قاعد يرحمها من مصيبة لمصيبة من قهر لقهر أقسم بالله الوقت اللي أشوف ران فيه تبكي إني أجلس أدعي على قوشو خلاص سيب البنت في حالة الله يرضى عليك أنا ما أعرف إشي مسوية لك ران ولا أنت مقتبس ران من بنت كنت تحبها زمان وهجولتك وجالس تنتقم من البنت هذه فران ما نعارف حرفيا قوشو جالس يعذب ران بطريقة مستفزة حرام خلاص كفاية عمما ما نقول لله يعجل باليوم اللي نشوف فيه ران مبتسمة وتعود أسرتها أو تعود في أحضان أسرتها وشينتش إن شاء الله لأن أسرتها يعني فيه ملامح كذا حب ورومانسية جميلة بين توقوموري وزوجته بس يحتاج له توقوموري يتعاوذ من بليس ويضبط نفسه علشان إيش ترجع الأمور إلى شكل الطبيعي ومش علشان شي والله علشان ران ولا الاثنين ذولي والله ما برقة ما يحريك تنتعليقهم ونجي للجانب الأخير واللي راح نختتم في هذا الفيديو ألا وهو جانب المنظمة وما أدراكم المنظمة شووا يا جماعة أكون صادق معاكم أوكي موضوع القضايا كان ممتع كذا وشيق في البداية بس لما يجي شي له علاقة بالمنظمة أنا عدل جلستي أنا أفتح عيوني كذا وأبدأ أركز بمجرد ما قوشو يبدأ يكتب لي شيء عن المنظمة أنا خلاص سيبني وخط لا أتكلم أسه حلني أركز بس اللي يقهرني برضو في نفس الوقت النقوشو مرة بخيل مرة بخيل في هذا الجانب جانب القضايا الخاصة أو خالي القضايا يا شيخ الجانب الخاص بالمنظمة مرة بخيل بالقطارة يا رجل يعطيك تلميح كذا بين كل حلقة وحلقة ويفقع تلميح بين كل 10 حلقات و10 حلقات ويفقع وهذا للأمانة أكثر شي متعبني في متابعة كونن في شيء قاعد يجذبني مرة في القصة بس مو قاعد أشوف منه اللي قليل أنا مرة جاذبني الموضوع لله علاقة بران وشينيتشي وتطور علاقتهم أنا مرة جاذبني الموضوع لله علاقة بالمنظمة اعطيني عنهم شوية لا ما في خذ لك قضايا خذ لك صيصان خذ لك شطحات ثانية ران وشينيتشي مش الآن المنظمة مش الآن شيء متعب تابعت كونن أمر متعب مرة متعب استمتع فيه بس بتتعب برضو يا عمي كمان عندنا في جزئية مرة رهيبة كونن وأمه وأبوه لما يظهرون الثلاثة هذولي أو يظهر أحدهما يبدأ يصير كده فيه 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 جو رهيب في الحلقات برضو الثلاثة هذولي ما يجتمعوا له في السنة حسن أظن يجتمعوا له الآن ثلاث مرات بس كمون مين عطيني لا ما في خذ قضايا عموما إحنا هنا مش عشان نتحلطم لكن كل اللي بقدر أقوله لكم بقدر بخل قوشو في إعطاء الجمهور إجابات تجاه المنظمة بقدر بخل قوشو في إعطاء الجمهور إجابات بخصوص علاقة ران وشينتشي وبخصوص الأمور الثانية المهمة إلا أنه في نفس الوقت لما قرر يعطيني إجابة أنا انطميت ولا نفس خلاني أنطم حرفيا كل العذاب اللي شفته في الحلقات الماضية والقضايا والصيصان وزحمة الأحداث اللي ما لها لزمة الحلقة 345 خلتني أنسى تماما تماما يعني لو بنسكب الفلارات تقريبا إلى الحلقة 345 يمكن 200 حلقة 200 وحاجة ما نفاكر بالضبط ولكن تخيل يعني تعريفنا لقد إيش قوشو بطيء في كتابته استغرقنا هذا العدد الكبير من الحلقات علشان نوصل لهذا الحدث العظيم جدا اللي هو فيه 345 حدث يستحق الانتظار ويستحق كل المعانا اللي عنيتها صراحة كل قضية خايصة تحملتها كل حلقة صيصان غثتني كل العذاب اللي مريت فيه في كنن أو أثناء متابعتي لكنن حلقة 345 جات ومساحته تماما وصرت أحترم العمل والكاتب بشكل أبدا ما كنت متصور له نهائيا وكأن الكاتب يقول لك أي نعم أنا راح أتعبك شوي ولكن صدقني الوقت اللي يجي فيه أكتب لك أسرار القصة أسرار المنظمة أسرار تطور العلاقات أسرار الحوس اللي أنا قاعد رمي لك إياها تلميحات طول حلقات الماضية راح أطربك وأخليك تتسمر في محلك دهشة وهذا اللي صار معايا وبدون مبالغة واللي كانوا يتابعون الحلقات معانا في البث فأكرين ذيك اليوم حلقة 345 ما سوت فيني خير الحلقة الوحيدة من كونن القصة الوحيدة من كونن اللي جلست أقول يا رب الحلقة ما تنتهي ما كنت أتوقع ولا حتى 20% النقوشو ممكن يصدمني بهذا الشكل أبدا دائما أسمع الناس يقولوا لي وعشاق كونن بالذات المشرفين اللي عندي وجمهور كونن يواجيه أصبر شوية والله العمل بيقدم لك شي جنوني شي رهيب إلا أني كنت دائما أقول نعم وعني إيش بيكون قضايا منظمة إيش الصدمات اللي بتكون إيش الشي اللي ممكن أشوف وبالفعل قوشو وصلت لحلقة 345 هنا أدرك الوجيه إنه كلام المشرفين وكلام إبرا الشانكس وكلام الناس كلها اللي جلسوا يطبلوا الكونن صح وربي صح إن قوشو ممكن يصدمني بهذا الشكل ما كنت متوقع أبدا جودي طلعت مش فيلموت الفكرة فكرة إنه أقنعني إن جودي هي فيلموت طول الحلقات الماضية هذا بحد ذاته انتصار اللي قوشو فيلموت طلعت هي فيلموت وأم فيلموت إن شاء اللي قاعد يقول اسمها صح فيلموت صح لا ومش بس كده فيلموت طلعت هي المجرم اللي أنقذته ران وكونن في نيويورك وكونن كمان طلع متنكر على شكل هايبرا وهيجي طلع هو اللي في السفينة متنكر على شكل شينيتي وران طلعت زابنا في شنطة السيارة وخرجت بسرعة ومشت بين الرصاص وأنقذت هايبرا وأكاي اللي ما كنت أدري وش قصة أهل وطلع برضو من الاستخبارات أو من الف بي آي وجودي نفسها طلعت من الف بي آي وفيلموت مسمية ران أنجل لأنها أنقذتها في نيويورك يوم كانت متنكرة على شكل الحرام يا بوشعر فضي يا ساتر إيش هذا كله لا والدكتور هذاك طلع هو فيلموت يو الله إيش أقول وأنا متأكد باقي أكيد نسيت أشياء وجيه باقي الله يقلعهم لحظة المخ تخيلوا أن كل المعلومات هذه كده جلس جمعها لك شوية شوية يرمي لك يرمي لك طول الحلقات الماضية وفي ثلاثمائة وخمسة وربعين قال لك هيا ها جيعان صح شيي يخربت بليزك قوشو حتى تصرفات فيلموت شوفها بالرغم أنها شريرة بس والله احترمتها تخصية رهيبة تصرفاتها كانت مرة مبررة لما شافت ران جالسة تحمي هاي برا ما رضيت تطلق عليها النار لا هذه أنقذتني زمان في نيويورك ما أقدر أطلق يا الله كل شي صار في الحدث هذا كان مبني بشكل جنوني طول الحلقات الماضية بشكل بطيء أي نعم بشكل يغث دين أهل اللي ما ينغث بس وربي يستحق يقلع أم جمال كتابتك يا قوشو ما كنت متوقع أبدا ولا واحد في المئة ما هو شي إنك متعود تشوفه في أي أنمي التعقيد واللغوصة والترابط هذا اللي قاعد يصير في القصة ما هو شي تشوفه دايما أبدا شي مميز وخاص كده طابع خاص بكنا معاك تدري الشخصيات اللي حولك هذا مين هذا حقنا مو حقنا في أي لحظة يجي يفسخ القناع وتطلع لك شخصيتها شي 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 مميز شي مميز فعلا وهوية وطابعة خاص بأنمي كونن لحال ولا شي ثاني كونن شخصية جدا رهيبة برضو حريص على كل خطوة يمشيها استهنت فيه في مرحلة ما استهنت فيه قلت إنه يا بوي أشايف نفسه على المنظمة وبالفعل هو ما كان يعرف المنظمة وما يعرف خطورتها بس في حلقة 145 عرفت إنه كونن لالا مستعد لهم وأكثر كمان لو لا تدخل هايبرا يمكن كان الأمور مشت على خير وبالحديث عن هايبرا يا جماعة هايبرا برضو شخصية جدا رهيبة ومكتوبة بعناية أوكي ما هي من شخصيات مفضلة بس أبدا ما أكرهها بالعكس أحبها واحترمها ومتفهم جدا لمعاناتها وتصرفاتها وكل القلق والخوف اللي هي عايشة فيه أنا كنت دائما نطقطق عليها إيش باما ذي دراما وحزينة ومكتئبة وخوافة بس في الواقع هي أكثر شخص عارف إيش يعني منظمة كانت عايشة وسطهم وعارفة خطرهم وكانت دائما تحذر كنن منهم وكنن ما يسمع الكلام في النهاية نتكلم عن منظمة قادرة إنها تنهي حياة شخص ممكن بمكالم طبيعي جدا كل تصرفات هايبرا مبررة في سياق كتابة شخصيتها والمعاناة اللي مرت فيها سواء بفقدان أختها وبفقدان وسرتها للأمانة يعني كونت شخصية واضحة جدا ما فيها أي غلط وتصرفات هايبرا الحالية والثقالة اللي فيها والرزانة والسوداوية اللي هي فيها أمر طبيعي أمر طبيعي جدا ومع ذلك كنن جالس يحاول يبسطها ويسعدها ويطلعها من الكابة اللي هي فيها وبالفعل قاعد تخرج من الاكتئاب اللي هي فيه بشكل تدريجي وبعثث 145 بعد الاتفاق اللي سواء كنن يعني بدت تشرق ملامحها هايبرا حب أهب أبو كونن أو يوساكو تخيلوا شخصية ما تظهر إلا ثلاث مدر أربع مرات في الأنيمي كله وتصير من شخصيات مفضلة يالله رهيب رهيب ترى حرفيا حب كذا من الله ما أدريش السبب يعني ما أعرف كثير شي عن الشخصية ويالله يالله يظهر في السنة حسنة أحبه أحب كذا من الله تعرف لما تشوف شخص تقول يا أخي والله ارتحت لك أول ما شفتك نفس الشي أنا كذا مع هذه الشخصية أول ما شفتها كذا ظهرت قلت يا أخي والله الشخصية هذه النرة تحت لها أحبه كذا من دون سبب سواء شرير ولا طيب حبيتك يا أخي غير كذا علاقة شينيتي وأمه والأب الثلاثي ذول العيلة الغريبة ذول اللي متفككين بس فيه تناغم رهيب بينهم فيه نضج عجيب في هذه العيلة وأكون صادق معاكم في حال أنكم ما تتابع معنا البثوث يعني في التليجرام ولا حتى في تويتش يعني أنا من بديت الأنيمي ما سكبت ولا حلقة غير الفيلارات قضية نايمة قضية حلوة قضية مملة ما سكبت شيء تابعت كل شيء حلقات سيصان حلقات تحقيق ما سكبت حلقات تاقاكي والبقر اللي معاه برضو ما سكبت بس للأمانة بعد ثلاثمائة وخمسة واربعين الوضع كامون مين والله صبري خلاص صبري معاد بوه صبر فمن بعد ثلاثمائة وخمسة واربعين بدأنا نسكب الحلقات اللي ما لها لازمة صراحة أي حلقة ما لها علاقة يعني قضيتها مملة ما فيها تلميع معين والله سكبتها صدق وظولي تجاه القصة بعد حلقة ثلاثمائة وخمسة واربعين صار مليون مش معقولة أخلص الحلقة العظيمة هذيك اللي تقييمها عشرين من عشرة وفجأة تابع لحلقة سيصان قاعدين يتمشوا مع أقسة ومخيمين في جبل حرام وغير كده أنا شخص ما استمتع بالقضايا بشكل كبير أوكي بعض القضايا تعجبني وتجذبني بس مش كل القضايا في قضايا كثيرة قعد كده أقولي الله ما تتخلص بس فيب مؤخرا صار فيه تسكيب لبعض الحلقات وترى مش كثير يمكن خمسة إلى ست قضايا إلى الآن اللي سكبناها بس وحتى القضايا اللي سكبناها أخذنا منها الأشياء المهمة والتلميحات المهمة فيب يا جماعة أنا متوقع الشيء الكثير صراحة من قصة كنن وأتمنى يا قوشو أنه ما يخذلنا أبدا لأنه واضح أنه قاعد يبني لقصة جدا جدا عظيمة أنا من يعرفوا شو وضعكم يا حاليا اللي جالسين تابعوا المانجا بس أنا متأكد أنكم جالسين تتحلطموا سمعت أنكم جالسين تتحلطموا وإنه يا الله يا كريم متى ينزل لكم فصل أنا متأكد أنكم تبقون أن تتكلم عن شخصية كاي يا جماعة الخير أنا ما أعرف شي عن كاي كل اللي ظهروا إلى الآن يمكن ثلاثة أربعة خمسة مرات وكل ظهوروا جدا قليل مرة قليل ما أقدر أحكم عليه ولا أقدر أقول عنه أي شيء بس على الأقل الحمد لله أنه في صفنا ما هو مع المنظمة أنا كنت شيء الهم أن يكون مع المنظمة الحمد لله أنه مش مع المنظمة طلع معنا ولا أخفيكم صراحة من أكثر الشخصيات اللي صيبني فضول تجاهها وأتعرف عليها أكثر شخصية أكاي أخضر العينيني هذا وأعبغى أعرف ليش كل الناس في البث عندي اسمهم أكاي ليش أكيد في سبب فمنتظر أعرف السبب هذا متف أقرب فرصة شوفوا لو بقيم كنن إلى حد ما وصلت ما رح أكون منصف صراحة لأنه كنن أكثر من مسار مرة مسارات كثيرة صيصان خضايا شاطحة خضايا رئيسية قصة المنظمة ران و كنن كنن وعائلته يا ساتر ما فيه ما أقدر أحكم بشكل واضح إلى الآن وكوني أصلا برضو ما قطعت اللي يمكن 30 و 40% من الحلقات اللي نازلة ولكن إشباعا لفضولكم الأمور اللي لها علاقة بالمنظمة والقصة الرئيسية علاقة ران وشينيتي المنظمة الأمور دي اللي مرتبطة في بعض بعيدا عن القضايا بعيدا عن الصيصان المسار هذا أنا أقولها بالفم المليان ومن بعد حلقة 345 الله عشرة على عشرة عشرة على عشرة شئت يا وجيها مأبيت قولها أقولتها خلاص حشرة من عشرة صدقنا يا جماعة بعد حلقة 345 الكاتب أثبت لي إنه مش كاتب سهل أبدا مش مجرد شخص مهووس قاعد يكتب قضايا فقط لا كاتب قادر إنه يبني سيناريوهات مستحيل تتوقعها كاتب قادر إنه يجلس يرميلك شغلات بسيطة ويخليك تفكر بشكل وعشرين ألف سيناريو ويطلع بسيناريو مختلف تماما عن كل السيناريوهات اللي توقعوها العالم جنون جنون قادر إنه يعطيك زبدة الانتظار الطويل ويخليك بعدها تدقل وتحية قادر إنه يوقفك في صف طويل جدا وبعد ما يجي دورك تقول له شكرا لك قادر إنه يكتب دراما قادر إنه يكتب رومانسية مميزة وراقية وهادية مفيش كرينج كل شيء في هذا الانيمي من ناحية الدراما من ناحية الرومانسية من ناحية الغموض جوشو كاتب يجبرك إنك تحترم شئت أم أبيت بمرحلة ما صدقني راحت تدقل وتحية فأعطيكم العافية يا جماعة ما أدري كم بيوصل مدة الفيديو هذا في النهاية وبعد المنتاج ولكن معظم الكلام كده قاعد أتكلم من دون سيناريو حاط كم نقطة هنا في الشاجة وجالس أحبي دوه ريش قدامكم رحطيكم العافية يا جماعة لايك الفيديو ولعجبكم تعالوا تابعونا المواقع التوصل الاجتماعي ولو حابين تشوفوا انطباعات الحلقات معنا تابعوك هنا موجودة في تويتش وموجودة في التليجرام الروابط برضو راح تلاقوها في صندوق فلوس كم معاكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادر